برضو في فلسطين في أندية عديدة بتحمل اسم النادي الآلي وأبرزهم طبعا نادي أهلي الخليل الفلسطيني لكن لمزيد من التفاصيل معي الأستاذ عاهد عوني رئيس تحرير صحيفة الرياضية الفلسطينية أستاذ عاهد أولا برحب بيك على شاشة قناة النادي الآلي وتحياتنا إلى كل أخواتنا في فلسطين تحياتي لك أستاذ محمد وكل التحية لك لكافة المشاهدين الكرام وعاش الأهلي وعاشة جميع الجماهير الأهلي في كل مكان بالطبع عاشة الأهلي وجماهير الأهلي في كل مكان لكن في ربطة مهمة جدا في فلسطين ربطة محب ومشجع النادي الآلي في فلسطين ودائما دورها متميز مع النادي الآلي حتى لو بيكونوا موجودين في مصر بيحضروا كل مباريات الآلي وموجودين في التالت شمال صحيح يعني رابطة محب وعشاق النادي الآلي في فلسطين وخصوصا في خطاع غزة مقرها الرئيسي هي رابطة لها أدة سنوات وتقوم بفعاليات عديدة المباريات المهمة التي يخوضها النادي الآلي سواء في الدور المحلي أو البطلات الأفريقية تقوم بعمل تجمعات جماهرية كبيرة في عدد من الأماكن في خطاع غزة يحضرها مئات الجماهير الأهلوية التي تبتشح بإعلام الأهلي وإعلام مصر وإعلام فلسطين وتشارك فرحة الأهلي بالبطلات ونظمة العديد أيضا من الاحتفالات التي جاءت بعد فوز الأهلي خصوصا ببطلتها الدوري ودوري أبطال أفريقا وهي دوما يعني على تواصل كبير مع قيادات النادي الأهلي ومع جماهيري في مصر العربية وأيضا هذه الرابطة في خطاع غزة خصوصا وفي فلسطين بشكل عام لها أيضا إسهمات رياضية حتى على المستوى المحلي لأنها تقيم العديد من البطلات تحت رعايتها ويكون دوما شعار النادي الأهلي متواجد في هذه البطلات المحلية في كافة الألعاب سواء كرة القدم أو تنس أو تنس الطاولة أو كرة أستلة وأيضا حتى في مباراة البطلات البلياردو والسنوكر وغيرها من البطلات التي ترعاها هذه الرابطة يعني حقيقة هذه الرابطة لا يتوقف نشاطها فقط عند الجانب التشجيعي بل لها أيضا نشاطات وإسهمات كبيرة وتعزز أيضا من خلال الزيارات مع الفعاليات الرياضية في فلسطين ودوما رسالتها حاضرة بأن فلسطين ومصر شعب واحد وأمل واحد ومستقبل واحد طيب أستاذ عاهد ونحن بنتكلم عن أندالي بتحمل اسم النادي الأهلي في فلسطين كم نادي بيحمل اسم الأهلي زي أهل الخليل لكن كم نادي في الدور الفلسطيني؟ يعني هناك عدة أندية تحمل اسم النادي الأهلي خصوصا أشهرها عبد الطبع هو نادي أهل الخليل نادي أهل الخليل هو من منطقة الضفة الغربية هذا الجزء الغالي من فلسطين هناك أيضا في قطاع غزة عدة أندية تحمل اسم النادي الأهلي لربما أشهرها نادي أهل غزة وهو يعتبر أول نادي أحرص بطولة الدور العام في قطاع غزة في العام 1782 وهذا النادي أيضا يلعب في الدورية الممتاز ويعتبر من أعرق وأكثر الأندية في قطاع غزة وهناك أيضا فريق أهل النصيرات وأيضا فريق أهل البريج والعديد من الأندية التي تحمل وتعتز باسم النادي الأهلي ولكن هذه هي الفرق التي تشتهر في قطاع غزة وأيضا في الدفة الغربية بحمل اسم النادي الأهلي وبالطبع حتى أن لباسها وشعارها يحمل اللون الأحمر وهو اللون المميز للنادي الأهلي فريق أهل الخليل دوما يلبس التيشيرت الأحمر وفريق أهل غزة أيضا لنفس الأمر وكافة الأندية التي تحمل اسم النادي الأهلي وهي طبعا تعتز بذلك وتفتخر بأنها تحمل هذا الاسم الكبير وتعمل على المحافظة عليه وبالطبع هذا الاسم يعني بعطيها دفعة معنوية كبيرة وروح كما نسميها دوما روح السنية للحمر التي تجعلها تؤدي بكل قوة وتحصد البطولات يعني يكفي بأن نقول بأن النادي أهلي الخليل رغم أنه صعد إلى الدور الممتاز في العام 2012 لكن منذ تلك اللحظة وحتى الآن الفريق يعني يحرز البطولات وينافس أيضا على البطولات وأصبح لربما من أكثر الأندية في فلسطين حظا للبطولات رغم أنه لم يتجاوز سوى ثماني سنوات يلعب في المستوى الأعلى في بطولة الدوري وأيضا في بطولة الكاف في الدفة الغربية بفلسطين طالما ارتبط اسمه بالآلي فلازم المركز الأول يا أستاذ عاهد بالطبع يعني حتى فريق الأهلي الآن يعتبر أهلي الخليل رغم أنه يعني كما ذكرت لم يمضى على وجوده في الدوري المحترفين في الدفة سوى ست سنوات إلا أنه كان في الموسم الماضي قريبا من إحراز بطولة الدوري ولكن فريق هلال القدس تمكن من الفوز بالبطولة في الأمطار الأخيرة لكن أهلي الخليل يظل مميزا في أنه أول فريق يحصد بطولة كأس فلسطين هذه البطولة الغالية التي تمثل كأسة الأندية في الدفة الغربية وفي قطاع غزة لأنه هناك في فلسطين دوريين يعني دوري المحترفين في الدفة الغربية والدوري الممتاز في خطاع غزة والاحتلال بالطبع بسبب إجراءاته العنصرية ضد أبناء شعبنا يمنع التواصل ما بين الدفة والقطاع وليس هناك يعني تواصل كبير لذلك تم إقام الدوري هنا ودوري هناك لكن بالتأكيد هناك بطولة الكأس التي تمت عودتها ليلعب بطل الكأس في الدفة الغربية مع بطل الكأس في قطاع غزة في العام 2015 بعد أن منعها الاحتلال 15 عاما عادت هذه البطولة وكانت الفرحة بأن يفوز بها فريق أهلي الخليل بعد فترة انقطاع طويلة 15 عاما منعها الاحتلال لكن أهلي الخليل كان هو الفائز بها في العام 2015 كان على حساب اتحاد الشجاعية وأيضا بعد ذلك بعد أن أحرز بطولة الدوري في العام 2016 عفوا أحرز بطولة الكأس في الدفة الغربية لعب أيضا مع بطل الكأس في قطاع غزة نادي شباب خانونس وأيضا أحرزها طريق أهلي الخليل ومن ثم في العام 2017 العام الماضي أحرز بطولة الكأس مجددا للمرة الثالثة على التوالي في الدفة الغربية وتواجه مع شباب رفح ولكن هذه المرة كانت البطولة من نصيب طريق شباب رفح يعني أهل الخليل كان بطلا أو متواجد في بطولة كأس فلسطين بثلاث مرات على التوالي أحرز منها مرتين وأيضا في رصيده بطولة الكأس في الدفة الغربية ثلاث مرات على التوالي وهي لم يصنعها أي فريق آخر وأيضا بطولة ستوبر بطل الدوري في الدفة الغربية مع بطل الكأس في الدفة الغربية أحرزها أيضا أهل الخليل عدة مرات فحقيقة الفريق لم تلك سجل بطولات كبير وكبير جدا وأصبحت له قاعدة جمهرية مميزة في هذا المجال لأنه طريق يعرف من أين تؤكل الكتف واسم النادي الأهلي يدفعه دوما للتميز وأن يكون دوما على منصات التتويج وهذا مما يفعله هذا الفريق الكبير حقيقة الذي يوما بعد آخر تزداد طموحاته ويكسب أنه أيضا شارك في كأس الاتحاد الآسيا وممثلا بفلسطين وهي البطولة التي تعادل كأس الاتحاد الأفريقي الفريق كان ممثلا بها في العام 2015 وأدى جيدا في هذه البطولة تمام أستاذ عاهد عوني رئيس تحرير صحيفة الردية الفلسطينية بشكرك شكرا جزيلا كانت تطلالة مهمة على أندية الأهل في فلسطين وأندية الأهل في كل مكان في الوطن العربي الكبير